سؤال يا برينتس فرقة ناقص لها ايه? ناقص لها ايه عشان تكسب بطولة ويتكمل في بطولة للنهاية. يعني الفرقة دي ناصلها ايه بجد? ما هو بجد يا جلعاني تعد تبص للفرقة ديت مش ناقصها حاجة. عندها كل حاجة شفت سبحان الله عندها فلوس وادارة واستقرار مادي واستقرار اداري وكل حاجة كل حاجة. ولكن الفرقة يا سبحان الله فيها حاجة غريبة انت عارف السنة دي السنة دي فرقة بيراميدز حرفيا هي اقوى فرقة موجودة في افريقيا من ناحية الصفقات والليلة دي كلها. فرقة عمل الصفقات من العيار التقيل. فرقة لو جيب بصيت عليها مش ناقصها في مركز لعيب. مش ناقصها في مركز لعيب. في فرقة فيها في كل مركز اتنين وتلاتة. فانت تيجي كده الفرقة دي تخرج من السوبر النهاردة. امام في يا برينس برضو فرقة محترمة. ولكن تجي تبص على الفرقة دي بالزاد فيها حاجة غلط. فيها حاجة غلط. حلقة النهاردة يا برينس مهمة جدا جدا هنتكلم فيها على مواضيع مهمة جدا جدا. ولكن ما تنساش يا برينس يا غالي. اللايك بتاعك بقى. تنزل تعمل اللايك. عايزين نوص الفيديو. يقول يا ربي يوصل لالف اللايك يا جدا. يعني خليك كريم انزل اعمل اللايك. ولو انت ام مرة تنزل تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس. ولو انت جاي من على الفيسبوك برضو يا برينس. فانت تنزل برضو تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس. بعد يزنك يا برينس. هعوزين انه وصل لاربعين الف يا برينس. بص بقى. الكصة بدأت يا برينس اني نادي بيراميدز. ما عندوش جمهور. هي دي هي دي الكصة. هي دي الكصة بدايتها ونهايتها. النادي دوت يا برينس هيبني جمهور ازاي? او اي نادي في الدنيا بيبني جمهور ازاي? بيبني جمهور لما الفريق ده بيكسب بيحقق بطولات بيحقق انجازات. فتبدأ ناس تحبه. وتبدأ ناس تبقى مجدودة للنادي ده. فعشان كده تشجع النادي ده. دوت ايه? المتعارف في قصة اللي هو اي واحد بيشجع فريق. ماشي? لو جفت بسيط لفرقة براميد. الفرقة ده تفاها لعبة. فيها نجوم. فيها كل حاجة. فيها كل حاجة. يعني كل حاجة. ماشي? ولكن اللعبة نفسها اللي في الملعب ناقصها حاجة واحدة. الدافع. الحاجة اللي تزقك لقدام. الحاجة اللي تخليك تنزل تلعب في الماتش. تبقى نازل تاكل نجيلة كده وتبص تهين نفسك في الملعب عشان تكسب. هي دي اللي ناقص لها الفرقة. لو جفت بسيطها فرقة براميد زيت. اللعبة كلها الموجودة في الفرقة. بتلعب كبار اللعبة كان بتاع في اهلي وفي زمالي وكل عب كم بتنعب بره ولعبة يعني لعبة ضغط جمهيري كبير. فاته تخيل تخيل كده معي انت جبت اللعبة ده كده من تحت ضغوط جمهير فجأة جبتها في نادي يعني راحة الراحة. راحة الراحة. مفيش اي ضغوط خالص. حتى الادارة ما بتضغطش على اللعبة. ما سمعناش كده في مرة ان فرقة او ادارة نادي براميد زيت اعلنت ان تم خصم من اللعب كزا كزا بسبب حاجة كزا. مفيش. فاللعب يا باشا فلوسو بياخدها مرتب وبياخدها. دي حاجة كويسة. ولكن انت كفرقة ما عندتش دافع. ما عندتش دافع ان الفرقة تعمل حاجة. فلما تخسر او تخرج من بطولة لازم تطلع عقوبات على اللعبة. خصم نص مش عارف ايه. خصم شعرين ممنوع من المكافئات كده. عشان اللعبة انت معندكش جمورة. عشان اللعبة يبدأ ان هما يعني يبدأ ان هو ايه? يتولد الدافع عندهم من جديد. ماشي يا برينس? يعني والله العظيم. انا بتمنى من الدور المصري. انا بتكلم قصة الدور المصري. لما يكون فرقة بيرامدز وفيوتشر. ونادي سراميكا ونادي زد جاي والنادي الاهلي والنادي الزمالي. كل دولة لما يكون فيه منافسة في الكورة وعلى المباريات. فانت هتتفرج على دور محترم. على دور محترم. اللي مخلت دور السعودي جامد. اللي مخلت دور السعودي جامد. عشان كل فرقة عمل صفاقات تقيلة. صفاقات تقيلة بمعنية الكلمة. انت عندك في الهلال النيمار في النصر الكريسيانو في الاتحاب بنزيمة في الاهل رادمحر كلهم نجوم. فهو ده اللي انا عاوز يحصل في الدور المصري. كفاية بقى الدور المصري اللي احنا فيه. ماشي يا برينس ولكن خروج بيرامدز النهاردة في مباراة في يوتشر يعني قاعدوا يلعبوا ضربات جزاء ما اقولكش. اربعة وثلاثين. ركلة. حطوا الكورة. ركلة جزاء. او ركلات ده ركحية يعني. حط الكورة وشوت. يا باشا. كنا ممكن تنوع تلات ساعات. ماشي ولكن في يوتشر هقابل النادي الاهلي في النهائي كاس السوبر المصري يا برينس. ولكن اركن بحور بيرامدز وفيوتشر على جنب. القصة امام عشور يستحك الهدف ولا ما يستحكش. سؤال ليك. يستحك. الود هاري نفسه في الملعب. محرات الله هو اكبر في الملعب هنا وهنا 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 ويجري هنا ويروح هنا. ويشوت من هنا ويعمل هنا. فلما اخد الكورة من النجم مودس طبعا بتاعنا اللي في نص ملعب راح ببصها. ليه امام عشور امام عشور خدها. حل فردي بعد. دخل ورقص ويعملها كده بوش رجلو خبطت في بسام في اللاعب. هب ادخل. فمراقب المباراة يا برينس اعلن ان الهدف احتسب لامام عشور او احتسب لامام عشور هدف المباراة يا برينس. ويصراحة امام يستهله. امام يستهله. امام يستهله. قال لك انا بحب امام انا بحب اللعيب. النص ملعب اللي بيجري كتير وبيختارك من العمق. ودوت اللي بيعمله امام. قال لك انا بحب امام عشان بيعمل دي. عشان بينفس طلباتي. عشان بيعمل كل اللي انا عاوزه في حتة الاختراقات الدفاعات اللي هو يعد رقص وكلام ده. وبرضو قال لك الهدف اللي جيه. والحتة اللي هو عملة دي. دي احنا بنطمرن عليها في التمرين. ان هو ياخد قورة ويتحرك لها عالطرف ويرقص ويعملها. يعني يا جماعة الناس اللي بتطلع تقول لك يا عم دا كورة دي ماشى بالحظ. يا عم مش عارف ايه. لا اجنعان. في شغل. في ناس شغالة. في ناس شغالة وناس بتتعب عشان تقدر توصل الفريق ده كله. ما هي لو لو مش بالمدرب او باللعيبة بس. لا لازم مدربه لعيبة. ما ينفعش واحد اللي هو اللي عليه العامل هو اللي ماشى معاه. لا. لازم مدرب بيحط التكتب بيحط بيحط خطة بيحط كل الكلام ده كله. يعني انت مش هتجيب لعيبة كده من الشارع تنزلها لما نعب تقول لهم يلا لعبوا. ماشي. فهي قصة يعني سيبك بقى من الناس بتطلع بتهري. والكلام ده كله يا برينس. دي قصة امام عشور. موقف الشناوي. الصراحة يا برينس يعني الواحد الدايق جدا جدا. يعني بعد الشناوي بعد ما كان متقلق وصد انفراد ويعني الله اكبر يعني على الشناوي. وسوبر شناوي الصراحة. آآ يا برينس جاله شد في العضلة الخلفية. وهيغيب عن مباراة النهائي امام في يوتشار يا برينس. يعني اوفا مصطفى شوبير هو اللي هيكون حارس النادي الاهلي امام في يوتشار يا برينس. في النهائي ربنا وفقك يا اوفا. وطبعا يا برينس كل الصقة الاوفا حارس مرمى النادي الاهلي يا برينس. وان شاء الله اوفا يقدم مباراة كبيرة جدا جدا. وطبعا شوفناه وقدم ورا اعتماده كتير. جاد دوسي قدي كده اوفا وقال لهم قدي دوسي اهو. ورا اعتماد يا جماعة مفيش اجمد واعلى من ماطش النهائي. مفيش نهاية دورة افريقيا. مفيش. عمل ماطش الله هو اكبر اسد واقف. فانا عنده كل الصقة في مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي امام فيوتشار. وشيناوي يا برينس كابتن الخالد بيبو. وقال لك انه عنده شد في العضلة الخلفية. وهيغيب عن مباراة النهائي. ولكن هيروح مع اسكر منتخب مصر. مش عشانه. يعني تبدأ تفوق. ولكن لو جب بسط لاصابة الشناوي. دي مش عمو الرجيله. موضوع العضلة الخلفية. كازا مرة تيجي للشناوي الشد في العضلة الخلفية. في يعني كسة الاصابة دي متكررة مع الشناوي في نفس المكان في نفس الاصابة. كسة الشد في العضلة الخلفية. بازني لأ الف سلام عليك يا شنو وان شاء الله يا شنو ترجع احسن من الاول. ولكن يا برينس المباراة القادمة لنادي الاهلي امام فيوتشار مباراة تكون صعبة بازن الله يوم الخميس اللي جاي الساعة سبعة. مباراة انت كنادي اهلي مطلوب منك انك تجيب البطولة ديت. وانت كنادي اهلي لسه جاي من كاسة عامل عندها. من مباريات من العيار استقيل. فانت بتكلم ان دي اخر مباراة للاهلي يلعبها وبعك هنريح بقى. هنريح. هنريح في المستريح. ومشي عامل بقى بنرجع بقى في شهر اتنين بقى وعلى خير. سيبك بقى ان ممكن يتلعب ماتشط في النص كده والدية والكلام ده كله. ولسه والاهلي يا سيزم مش هشارك فيك السرطة وكل الكلام ده. فاللعب هترتاح شوية. ان عندك السيزم يجي نص الاهلي هيروح للمنتخب. والنص التاني يبقى مع كلر. فكل القصة دي. ان مباراة تيوم الخمس دي دي هتبقى اخر مباراة للنادي الاهلي في هزي السنة. ماشي? اخر مباراة في الفين تلاتة وعشرين. بازن الله النادي الاهلي يختمها مسك. يختمها كده وتبقى حاجة لطيفة ونكسبها ببطولة بازن الله. مباراة هتكون كبيرة جدا جدا امام فيوتشر. اه احنا كسبنا فيوتشر تلاتة. واه يا برينس يعني فريد فيوتشر ديت مش عافية احنا كسبناها تلاتة. ده الزمالك اللي كسبت تلاتة ما عايش يا جماعة اللغبات. فيوتشر احنا تقعدين نبتال مع فيوتشر. اه انت بتتكلم فيوتشر في ركوسة جدا مع المدرب بتاعها. مدرب كبير جدا جدا. كان مساعد مورينو يا برينس. فانت بتتكلم انه مدرب تقيل مع فرقة تقيلة. فانت بتتكلم على مباراة قادمة للنادي الاهلي مباراة هتكون من العيار الثقيل يا برينس وبازن الله. ربنا اوفى النادي الاهلي ووفى اوفى بازن الله يا شو بيرت كبقى. يعني نجمل مطش كده بازن الله وانا وصلت للضربات الجزاء عشان عاوزين بازن لها السوبر بقى احنا بحب الليمة البطلات. ما تنساش يا برينس اللايك بتاعك واشتراكك في كوننا لو انت اسا مشتركتش وسلام يا برينس.